ازايكم يا مواليد برجل سور يا رب تكون بخير توقعت برجل سور اليوم الاتنين ستة فبراير ستة شباط الفين ثلاثة وعشرين. النهار ده موقفك متناقض جدا ياسور وده هيخلق حالة لنا عدم لسقة في كل الاشخاص اللي حواليك. خليك حضر اكتر لكل اللي انت بتقوله واللي انت بتعرفه عشان تفرق بشكل كويس ما بين الاشخاص اللي قدامك. هتكون في مزاياك حلو مليان بعطفتك. وده هيبقى مرتبط في وضعك واللي خطة اللي بتعتبر مناسبة. ولا لازم تاخدها في موضع تنفيذ. الوقت النهار ده مناسب لو حبيت تشتغل على نفسك الداخلية اكتر. وتتقن من خلالها تفاصيل كتيرة في يومك. هتبتدي تأثر عليك وعلى حياتك حتى. بالنسبة لك النهار ده هتبتدي تتراجع عن اموال كتيرة فيها ادارة لامورك بشكل مختلف. انت هتبقى بحاجة انك تفكر كويس اكتر من اي وعد. هيكون عندك شوية وقت. لازم تدي من خلاله لحياتك العملية. ولا هتبقى بتحتل مرتبتك التانية دايما. بالنسبة لك النهار ده يا سور توقعات العشرية الاولى موليد واحدة واشرين ابريل واحد ميو. السم فيها تفاقم مع كل غرورك. لكن حتى اعمالك النهار ده هتبقى بتصق بنفسك فيها. لكنك ممكن تبتدي تعايني شوية. لو ما كنتش عارف تتعرف على امتك الصح في الفترة دي. بالنسبة لك النهار ده يا اه سور توقعات العشرية التانية موليد اتنين ميو لحداشر ميو. هتبتدي تعايني من تأخرات وعوائق كتيرة فيها سوء للفهم. فيها تفسيرات كتيرة غلط. حتى في شوية اخفقات عندك هيتعلق بالتجارة والتنقل. هتميل انك تجمدها بشكل كبير. بالنسبة لك النهار ده يا سور توقعات العشرية التالتة. موليد اتناشر ميو لعشرين ميو. في كتير من الاسورة في السماء عندك. وهي ملاخك متوتر جدا لحدا ما. عضواني كامن جدا. عندك ارادات كتيرة. حتى لو كانت هنانية بالنسبة لك. هتتصدق النهار ده. مع تسلسل هرمي في سلطات عالية وعمة عنك.